طبق جديد من أطباق مائدة القمر إنه الطبق الخامس من أطباق البراءة فأطباقنا أطباق براءة وأطباق ولاية الطبق الخامس طبق الحساء وهو طبق بحسب المعروف يكون مصاحبا للطبق الرئيسي الذي يوضع على المائدة وقد مر الكلام في الطبق الأول وهو الطبق الرئيس على مائدة القمر إنه طبق يوم الخلاص موضوع هذا الطبق في حلقتنا هذه استكشاف البرنامج الإبليسي في واقعنا الشيعي قطعا سيكون الكلام عن صورة مقطعية إذا أردنا أن نغطي هذا الموضوع بحثا وشرحا وتفصيلا قد ينتهي شهر رمضان ولا ينتهي الكلام لكنها صورة مقطعية من الواقع الشيعي سأسلط الضوء فيها على العناوين التالية أولا العبث الصرخي ثانيا البيان السيستاني بيان السيستاني في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان الذي انقضت أيامه قريبا إذن نبدأ من العبث الصرخي ثم البيان السيستاني ثم النجاسة الخطابية النجاسة الخطابية سأتركها لحلقة يوم غد وإنما أتركها لحلقة يوم غد كي يتابعها الذين يريدون أن يتابعوا هذا الموضوع ممن هم مهتمون به ربما كثيرون لا يهتمون بهذا الموضوع الموضوع خطير وخطير جدا النجاسة الخطابية أتركها إلى حلقة يوم غد في هذه الحلقة سأسلط الضوء على هذين العنوانين العبث الصرخي البيان السيستاني أبدأ من هذا الدعاء من أدعية شهر رمضان النهارية هكذا نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه هذه وسائل الشيطان وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله والحبائل جمع وخدعه وأمانيه والأماني جمع وغروره وفتنته وشركه وأحزابه والأحزاب جموع وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه جموع جموع من شياطين الجن والإنس وجميع مكائده من مختلف الأنواع المتبقية التي لا نملك في اللغة ألفاظا كي نذكرها في الدعاء وإلا لذكرها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أقرأ المقطع مرة أخرى عليكم وأتمنى أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان وإلى الأدعية النهارية كي تتدبروا في هذه الكلمات اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده في نهج البلاغة الشريف سيد الأوصية يطبق لنا هذا المضمون على واقع الأمة فماذا يقول أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الخطبة السابعة صفحة سعطعش أمير المؤمنين هكذا يقول يتحدث عن أولياء الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة ملاكة يعني أساسا مضمونا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم نمى ونشأ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل أذكركم بما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد حيث يخاطب الحجة بن الحسن أكثر مراجع الشيعة الرسالة وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم فركب بهم الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم إنه عهد الغدير عهد الغدير الأول وعهد الغدير الثاني ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا حال مراجع الشيعة سنة أربعمية وعشرة فما حالهم الآن وهم في أسوأ 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 أحوالهم سنة ألف أربعمية وثلاث وأربعين للهجرة فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه في مرجعيته فالشيطان مؤسس لهذه المرجعيات وشريك لهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا العبث الصرخي أليس مصداقا لهذه المضامين ماذا تقولون أنتم العبث الصرخي بكل تفاصيله إلى أن وصلوا إلى المطالبة بتهديم قبور أئمتنا صلوات الله عليها هناك ضجيج في الشارع لا شأن لي بهذا الضجيج أخاطب أبنائي وبناتي ممن يبحثون عن الحقيقة أقول لكم وبرؤية واضحة الصرخ لم يخرج عن منهج المرجعية وعن منهج الحوزة ما ما بيّنه من قرب للنواصب ومن قرب لأعداء أهل البيت بشكل واضح وما يطالب به من تهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم وأمثال ذلك من العقائد والأفكار التي طرحها سابقا وطرحها الآن وسيطرحها لاحقا تفاريع ما يرتبط بعقيدة البراءة والولاية المطالبة بتهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم جزء من برنامج يسير عليه هذا الرجل لكن الرجل لم يخرج عن منهج حوزة الطوسي الرجل يطبق المنهج كما هو هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع كي يثيروا ضجيجا أو ما فعلوه بمكاتبه وحسينياته هذا أمر لا علاقة له بحقيقة الأمر لا بد أن تعرفوا من أن محمد حسين فضل الله وما جاء به من دين بعيد عن آل عن آل محمد لم يكن قد خالف منهج حوزة الطوسي ولم يكن قد خرج عن منهج المرجعية في النجف أتحدث عن المنهج العلمي عن المنهج العقائدي عن المنهج الاستنباطي محمد حسين فضل الله لم يتحدث عن حقيقة منهج الخوئي ومحمد باقر الصدر وإنما تحدث عن جهة مخففة عقائد الخوئي وعقائد محمد باقر الصدر أسوأ بكثير من الذي طرحه محمد حسين فضل الله وهذا الأمر قد شرحته ووضحته بالأدلة من كتبه محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء مخالف لمنهج حوزة النجف أبدا أبدا كل الذي طرحه في الجانب العقائدي لا أتحدث عن الأمور السياسية والأمور الاجتماعية والإعلامية المختلفة أتحدث عن الجانب العقائدي ما طرحه محمد حسين فضل الله من أمور عقائدية ضالة عمائم النجف وكربلا وعمائم قم شهروا به بواسطتها هو هو لم يكن قد خرج عن منهج حوزة الطوسي أبدا الرجل كان صادقا مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي هذا هذا الكلام الذي يقال عنه من أنه وهابي عميل أمريكي هذا الكلام يقال عن أي شخص يريدون أن يقولوا ويقولوا ما يقولون عنه القضية ليست كذلك محمد حسين فضل الله الرجل كان صادقا مع نفسه حينما التقى به محمد حسن البحراني في طهران في لقاء نشر هذا اللقاء في مجلة العالم وهي مجلة إيرانية تصدر من لندن في هذا اللقاء محمد حسن البحراني قال له من أنك يا سماحة السيد يخاطب محمد حسين فضل الله من أنك يا سماحة السيد تطرح آراء تخالف فيها المراجع فماذا أجابه وكان الرجل صادقا قال إني لا أختلف مع المراجع وحينما ألتقي بهم يقولون لي نحن لا نختلف معك وإنما نختلف معك لا في آرائك ومتبنياتك أنت على منهجنا نختلف معك أنك تتحدث بأمور ترفضها عامة الشيعة هذا هو الذي كان يفعله محمد حسين فضل الله وعلق على هذا قال إني أختلف مع المراجع في هذه القضية هم يريدون مني أن أتحدث إلى عامة الشيعة بما يعتقدون بما يعتقد عامة الشيعة وأنا لا أقبل هذا أنا أؤمن بصدمة الأمة لا بد أن تصدم الأمة بالحقائق وإلا فليس هناك من خلاف فيما بين وبين المراجع جميعا وهذه حقيقة لأن الرجل ما ذكر شيئا في الجانب العقائدي إلا وهو موجود بنحو أقبح وأقذر في كتب الخوئي وفي كتب محمد باقر الصدر وإنما نقل قذارات الخوئي وقذارات محمد باقر الصدر العقائدية الناصبية بنحو مخفف هذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله والحال هو هو مع علي الأمين في لبنان علي الأمين ما تحدث بشيء خلاف منهج حوزة الطوسي ولو جلس مع العلماء لم اختلفوا معه في مجالسهم الخاصة فما يتبناه علي الأمين في لبنان في الجانب العقائدي يتبناه مراجع الشيعة في كتبهم وفي مجالسهم الخاصة وهذا أمر يعرفه أولادهم وأصهارهم ويعرفه كلاؤهم وما هو بخفي عني وعن أمثالي ممن لهم اطلاع في واقع المرجعية الشيعية وفي واقع المنهج الحوزوي حسين المؤيد حسين المؤيد حينما صار وهابيا وقالوا لكم من أنه عميل الرجل كان صادقا مع نفسه يقولون لكم من أنه جاهل حسين المؤيد إذا أردنا أن نزينه بالميزان الحوزوي هذه العمائم الكبيرة في النجف تكون تلاميذ له الإيرواني حسن الجواهري هادئ الراضي بشير النجفي إسحاق الفياط مستواهم العلم الحوزوي دون مستوى أحسين المؤيد كتبه دالة على ذلك دروسه دالة على ذلك الرجل صدق مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي فوصل إلى هذه النتيجة وصل إلى أن يكون وهابيا بنحو رسمي شرعي واضح معلن وصار الرجل وهابيا الرجل لم يكن جاهلا الرجل كان عالما وأستاذا حوزويا من الطراز الأول لكنهم بعد أن صار وهابيا أخذوا يقولون عنه من أنه جاهل هذا محمد باقر الإيرواني هادئ الراضي حسن الجواهري أهم الرموس في حوزة النجف ذو الحسين المؤيد يلفهم لف مو يحطهم بجيب يحطهم بجوار وبقية المراجع أيضا وهم يعرفون هذا يعرفون هذا الرجل طبق المنهج الحوزوي النجفي ووصل إلى هذه النتيجة كمال الحيدري كذلك كمال الحيدري طبق المنهج الحوزوي ووصل إلى نتائج الضلال التي وصل إليها أحمد القبانشي الشقيق صدر الدين القبانشي إمام جمعة النجف أحمد القبانشي ليس عميلا كما يقولون هو ابن النجف وهو ابن العمائم النجفية وأحمد القبانشي قاتل بعقيدة في الحرب العراقية الإيرانية قاتل مع الإيرانيين وجرح تعرض لأضرار بليغة جدا لازالت آثارها موجودة في بدنه إلى اليوم أحمد القبانشي تأثر بعبد الكريم سروش عبد الكريم سروش هو من الجو الشيعي المتدين من أبناء حوزة قم ومن أبناء المدرسة العرفانية ومن المحسوبين ومن المحسوبين على أجواء صاحب الميزان الطباطباء وكان ممثلا للخميني للسيد الخميني كان ممثلا للخميني في الثورة الثقافية في إيران كانت هناك مؤسسة وكان هناك نشاط في إيران الثورة الثقافية الإسلامية ممثل الخميني في هذا النشاط عبد الكريم سروش وكان أستاذا جامعيا متخصصا في الكيمياء لكنه محسوب على رجال الدين وجزء من الثقافة الحوزوية والعرفانية الرجل كان صادقا مع نفسه طبق المنهج الحوزوية كما هو مثل ما يطبق المنهج الأكاديمي في الجامعة لما طبق المنهج الحوزوية وصل إلى مكان لم يجد فيه دينا هذا الدين الذي يتحدث عنه عامة الشيعة لا وجود له في تلك المساحة التي وصل إليها لأنه طبق المنهج الحوزوي لما طبق المنهج الحوزوية بصدق وصل إلى نتيجة أنه لا يوجد دين أصلا ليس هناك من تشيع ومن هنا أسس دينه الجديد أسس الدين العلماني أحمد القبانشي تأثر بهذا الرجل قرأ كتبه وترجمها إلى اللغة العربية تأثر بها تأثرا واضحا فصار على هذا الدين الجديد صار على الدين العلماني وهو دين عبد الكريم سروش وقد أثر عبد الكريم سروش على كمال الحيدري كثيرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تربطهما معا عبد الكريم سروش حينما كان يأتي إلى قوم كان ينزل ضيفا على كمال الحيدري ويبقى مدة طويلة مقيما في بيته تأثر كمال الحيدري بعبد الكريم سروش كثيرا هذه الرموز الشيعية وغيرها ويمكننا أن نلحق بها أيضا أحمد الكاتب وإن كان في مستوى العلم لا يرقى إلى مستوى هذه الرموز أحمد الكاتب وأمثاله الآن الذين بدأوا ينتشرون في الساحة الشيعية هم أيضا هؤلاء صدقوا مع أنفسهم طبقوا المنهج الحوزوية من دون دجل ووصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها هذه هي الحقيقة من الآخر الصرخ كذلك طبق المنهج الحوزوي الرجل صدق مع نفسه هذه النتائج الطبيعية للمنهج الحوزوي الطوسي قد تقولون إذن المراجع ماذا يفعلون المراجع يعرفون صدق كلام هؤلاء بحسب المنهج الحوزوي لكنهم يعملون بهذا المنهج في المساحة التي عوام الشيعة لا يعرفونها ولا يطلعون عليها في المساحة التي يطلع عوام الشيعة عليها فإنهم يعرضون عن المنهج الحوزوي ويصدرون الفتاوى ويصدرون العقائد ويتكلمون ويصدرون البيانات ويقولون ما يقولون وفقا لما يريده عامة الشيعة يضحكون على الشيعة هكذا يفعلون بالشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر وهذا هو الذي أتحدث عنه دائما وطوال الوقت لكن ني لا أجد أحدا يشعر بخطورة ما أتحدث عن ولا أجد أحدا يفقه ما أقول كي يذهب إلى برامجي ويفحص الأدلة والوثائق والحقائق وهي بالمئات بالمئات التي طرحتها ومنذ زمن بعيد الواقع الشيعي هو هذا ما يصدر عن الصرخي من عبث عقائدي إنه تطبيق دقيق للمنهج الطوسي في حوزة النجف وكربلا وهذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله وهذا هو الذي فعله علي الأمين في لبنان وغيرهما في لبنان غيرهما كثير في لبنان وهذا هو الذي فعله إحسين المؤيد وهذا هو الذي فعله أحمد القبونشي وهذا هو الذي فعله أحمد الكاتب وهذا هو الذي فعله كمال الحيدري ويفعله كثيرون وصدقوني أكثر العمائم في النجف تتمنى أن تمتلك جرأة هؤلاء كي تتحدث بالنتائج التي وصلوا إليها من خلال تطبيقهم للمنهج الحوزوي عبر ما يسمى بعلم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي عبر هذه العناوين هؤلاء وصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها الصرخ لم يأتي بشيء من خارج المنهج الحوزوي أتحدث قطعا في الجوانب العقائدية لا أتحدث في الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية المختلفة تلك موضوعات يكون الحديث فيها في كل موضوع على حدة أنا أتحدث في الجانب العقائدي فيما يرتبط بالبراءة والولاية بحسب منهج العترة الطاهرة هؤلاء جميعا ما جاءوا به مخالفا لمنهج العترة الطاهرة جاءوا به بشكل صادق وواضح وبتطبيق دقيق لمنهج حوزة النجف وكربل ولم يخرجوا عن هذا المنهج الذين يخالفونهم ويرفضون كلامهم خرجوا عن المنهج واتبعوا عوام الشيعة واتبعوا عوام الشيعة لا حبا بعوام الشيعة وإنما لدفع شري عوام الشيعة يضحكون عليهم يضحكون عليهم أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أزر علي شنو مستعجب علي شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبا إليه قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قل لا مستعجب مش ده قولنا تركب يعني قلاغة أغميشيني كما تقول قلاغة أغميشيني كتبه أغميشيني كتبه أغميشيني فقوش ديخ عربي فقوش والنس عبارة كنا على وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة ربما تسمعون من خطيب هنا ومعمم هناك من صغار أصحاب العمائم يحاولون أن يناقشوا الصرخ وغير الصرخ هؤلاء لا يفقهون شيئا قد يخدعونكم بكلامهم هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يعرفون من حقيقة المنهج الحوزوي وإنما يبحثون عن شيء هنا وعن شيء هناك كي يتحدثوا بما هو متوافق مع عقائد عوام الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر الموجود عندنا في واقعنا الشيعة عقائد المراجع والتي لا يظهرونها لعامة الشيعة هؤلاء الصرخ وأمثال الصرخ تحدثوا عن عقائد مراجع الشيعة بشكل علني هناك عقائد عوام الشيعة هي التي يتحدث عنها المراجع كي يضحكوا على ذقون الشيعة أما عقائد أهل البيت فلا يتحدث أحد عنها وإذا تحدث أحد عنها مثلي قالوا عنه ماسوني وأنا أتحدث بالأدلة والبراهين من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وأتحدث بلغة عربية واضحة لا غبار عليها وبشكل مباشر ولا أتحدث في الزوايا المظلمة بشكل علني واضح فأين الماسونية من هذا؟ لكن الأمور هكذا تجري والشيعة حمير ديخيون مثل ما يصفهم مراجعهم بالضبط مثل ما تتحدث الوثيقة الدخية إنها حديث مراجع الشيعة عن الشيعة لن أذهب بكم بعيداً ولكنني سأعرض لكم بعض الفيديوات إياد علاوي الذي كان رئيساً للوزراء في العراق الفيديو الأول وهو من برنامج آخر اليوم عبر قناة هنا بغداد هذه قصة هذه قصة مهمة بل أنا أحسي لك قصة وعدك مش منها يلا بس مراحل بس مراحل بس مراحل بك أسمع ما أطلب أسمع أنا ما أطلب أسمع أنا بالمكتب أنا حالثة ما أقول حلمي أطلق من المزل فأيجوا بعض رجال الدين الشيعة نعم بعض الأشخاص سمعنا وإلا هم فندية فبعدين طلعوا أبقى واحدة مين وقالوا أطلب الحضرة يعني خلصنا يا أخي ورجعها الدين بيناتنا فأني حقيقة يعني هلقد ما صرت عصبية فضربت الميز بوقس بإيدي هاي تكسرت هاي اليمنى تكسرت وأني كان عندي سفرة إلى يعني هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذي الحادثة هاي بربتي ضربت الميز بقوة حسيت والله نهار هلقد ما صرت عصبية قلتوا معاني أطلب الحضرة يعني هذا عقلكم بهذه الطريقة هاي إذا نتحمل إحنا معا هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دلتور يعني فهذه منه شوان هم تسربت بالنتيجة تسربت اي بذي تسربت عبد الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم أولاده أرفه بالقصة يعرفوها يعني يعرفوها ونقلولهم بعض القاعدين لأن الحقيقة إحنا ما كنا بدون ذكر أسما هاي هذه الشخصيات من النجف كالوس لا لا ما أقلرت أسما تسمح لي يعني مو مو مصحي نعم وأيضا هو نفسه يتحدث في برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائي دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد ما كل شيء لأن أحنا تعرف يعني أكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشينا عليها ما نقدر نغيرها ما نقدر أنا أتخاصم أتخاصموا يا واحد أجي أضربوا صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بي الصدر بعدين نبنيه بل هي حالي هي حالي هي حالي كسرت إيدي حالي ضربت الميز حالي بيها قالوا لك فل شو نبنيه قال لي أخلي أضرب يؤمنوا جماعتنا يقولوا خوافق على ما ضربوا بصاروق وأضرب الصحن الصحن كله فأني كل أصبت أصبت ضربت الميز طبعا لا أسمع أسمع ضربت الميز بيدي حسيت نار دخلت بيدي إلى أسمع وفي برنامج نفس عميق عبر قناة دجل الفضائي ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم سبعين كيلومتر ممنوع للطبون يوصلون إلى النجف ممنوع ممنوع من عن باتن وأنا أجاني أحد القادة العسكريين قال أحنا المقتدر الصدر نقدر نضربه قلت ضربه شوش يسوي يكم نضربه من بعد 40 كيلومتر بصاروخ دول الأمير كان شخص مهم من القوات المتعدد جنسيات مع الألماني داز قوات مكافعة الرهاب إلى داخل عبسين عقل ودخلوا بس حماية لمقتدر الصدر إلى الحضرة ويجون المعاممين يقول لي ليش ما نضرب الحضرة ضرب هذا شكو بيه عجيب يعني أنا أقول لك بس ما أقدر أذكر بسمعها تصير غير أزمة كبيرة يعني تعرف ما 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 كان عندي أي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري بالعكس نحن هذا الصدر نحترمهم نحبهم ولهم علاقة أبن عن جدويان ويا أسرتنا مو من محمد الصدر الأول رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والتنازل واحدين من نعرفهم زيان هم بيت سيد مقتدى نفسه ولهذا احنا ما عدنا مشكلة في هلق الصهاي ويا الصدريين بس أنا من أقبل احنا النجف لمالتي ولا مال السستاني ولا مال ولا مال نجف فقط للمسلمين والشيعة وللعالم كله وللعراق كله فليش يأخذوها حضرة يعني سيطرون عليها شوان على أساس ما نقبل هذه العمائم لو لم تكن من الصف الأول وتعرفون منهم الذين هم في الصف الأول لذكرهم إياد علاوي على أي حال هذا الذي يتحدث عنه إياد علاوي في قضية ضرب الحضرة العلوية بالصواريخ والقنابل المتفجرة والذين يطلبون من علاوي هم أصحاب العمائم من النجف الجذر هو هو الذي انطلق منه انطلق منه الصرخ وغير الصرخ الذي سيأتينا في قادم الأيام الجذر الفكري والجذر العقائدي والجذر الشرعي هو هو غاية الأمر أن أصحاب العمائم هؤلاء تحدثوا بشكل سري مع إياد علاوي وهو لا يستطيع أن يفصح عن أسمائهم أما الصرخ تحدث بشكل علني القضية هي هي مثل ما حدثتكم قبل قليل من أن هؤلاء محمد حسين فضل الله والبقية الذين ذكرتهم هؤلاء تحدثوا بشكل علني بالضبط مثل ما قال محمد حسين فضل الله لمحمد حسن البحراني من أن ني أؤمن بصدمة الأمة لا بد أن تصدم الأمة بالحقائق كي تترك عقائدها التي تؤمن بها وهي العقائد الضالة بحسب اعتقاد هؤلاء المراجع عقائد عامة الشيعة القضية هي هي الجذر العقائدي والفكري والشرعي الذي انطلق منه الصرخ هو هو الذي انطلق منه هؤلاء المعممون النجفيون الذين يطلبون من إياد علاوي أن يفجر وأن يهدم وأن يخرب وأن يدمر الحضرة العلوية وهناك ما هو أقبح من ذلك لكنني لا أجد مجالا للحديث عن كل هذه التفاصيل جئتكم بهذه الفيديوات مثالا أنموذجا الحكاية لا كما تتصورون من أن الصرخ وهابي من أن الصرخ عميل بغض النظر أكان وهابيا أكان عميلا الرجل فعلا يطبق تطبيقا علميا وعمليا دقيقا لمنهج الحوزة غاية الأمر أن المراجع الموجودين في النجفي وكربلاء يضحكون عليكم فيما بينهم وبين أنفسهم يرون الرجل مصيبا يرون الرجل قد طبق المنهج العلمي وكان جريئا في طرحه ومثل ما قلت قبل قليل عمائم كثيرة في النجفي تتمنى أن تمتلك جرعته وجرعة أمثاله من الذين أشرت إليهم لكن حاجة البطون وحاجة الفروج وحاجة الجيوب إنها الدنيا إنها المطامع والمطامح الدنيوية هي التي تجعلهم يكونون في حالة من المواءمة بين المنهج الحوزوي الطوسي الذي يؤمنون به وبين مسايرة عوام الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر هذا العبث الصرخي سببه الطوسي سببه الطوسي سببه المنهج الحوزوي في حوزة النجفي وكربلاء هذا العبث ما هو من الصرخي نفسه الرجل طبق المنهج الحوزوي أحمد الكاتب حينما أنكر وجود الإمام الحجة لم يأتي بهذا من عنده طبق المنهج الموجود طبق منهج الخوئي ومنهج محمد باقر الصدر ومنهج محمد الشيرازي طبق منهجهم الحوزوي هم في مثل هذا الموضوع لا يطبقون المنهج السؤال هنا المنهج منهجكم صحيح لماذا لا تطبقونه هنا أم أن المنهج ليس صحيحا إذن لماذا تطبقونه في الجهات الأخرى التي لا يعرف عوام الشيعة حقيقتها وتنشئون دينا ناصبيا بكل التفاصيل من دون أن يطلع عوام الشيعة عليه هذا هو الذي يجري في واقع الشيعة وهذا هو الذي يجري في واقع النجف وكربلاء وهذا هو الذي يجري في واقع الحوزة الشيعية وهذا هو الذي يجري في واقع المرجعية الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا في الجهات التي لا يطلع العوام عليها يطبقون منهج الضلال الطوسي وينتجون دينا ناصبيا بامتياز في الجهات التي تطلع الشيعة عليها أتحدث عن عوام الشيعة يصدرون البيانات والفتاوى والعقائد بحسب ما يتماشى مع ما يريده عامة الشيعة البعض من العمائم الشيعية رفضوا هذا فقالوا نحن لماذا نساير الأمة لماذا لا نصدع بمنهجنا هؤلاء الذين ذكرتوا أسماءهم فعلوا هكذا محمد حسين فضل الله علي الأمين كمال الحيدري حسين المؤيد أحمد القبانشي أحمد الكاتب والبقية فاعرفوا الحقيقة يا أيها الشيعة لون الضلون مضحكة لون الضلون مسخرة هذه هي الحقيقة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر